جاءت إسرائيل بطائراتها إلى اليمن بعد ليلة واحدة من فجر التاسع عشر من يوليو يوم أصيب الكيان بصدمة اختراق حصونه المنيعة واستهداف عمقه أقبلت مقاتلاتها تبحث في خزانات الوقود ومحطات الكهرباء ما تستر به سوءة فشلها الاستخباري وفضيحتها المدوية وسقوط هيبتها وهيمنتها الجوية أمام المسيرة يافا عشرون طائرة مقاتلة قطعت مسافة شاسعة لتكشف حجم الوجع الذي أحدثه الهجوم الذي نفذته الجماعة أراد من ورائه الكيان المحتل ترميم قدرته على الردع وإصال رسالة مفادها نستطيع الوصول حيث نشاء ومتى نشاء دون خطوط حمراء وفي هذه الرسالة صدق نادر فعلى الرغم من استهداف الكيان المنشآت المدنية والحيوية وتسببه باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين غابت الإدانات الرسمية والأممية وحضرت التبريرات ما يؤكد وجود ضوء أخضر عالمي للكيان كي يستمر في عربته دون حساب رئيس وزراء الكيان بن يمين نتنياهو الباحث عن الانتصار بين كومة الهزائم التي تلاحقه منذ عشرة أشهر خرج عقب الهجوم ليؤكد أن استهداف الحديدة رسالة إلى أعداء إسرائيل تقول بأنه لا يوجد مكان لن تصل إليه الذراع الإسرائيلية الطويلة في إشارة واضحة لرغبته في إشعال المزيد من النيران في المنطقة على الضفة الأخرى لم يتأخر الرد الذي توعدت به الجماعة حيث دوت صافرات الإندار في مدينة إيلات بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية وفقاً لوسائل إعلام عبرية فيما أكد المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد حيا سريع تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مواقع مهمة في منطقة إيلات جنوب فلسطين المحتلة وسفينة أمريكية في البحر الأحمر وتوعد سريع الكيان الإسرائيلي بأن الرد على العدوان قادم لا محالة وسيكون كبيراً وعظيماً مع توعد الجماعة برد كبير على العدوان الإسرائيلي وإصرار الكيان على استمرار جرائمه وتوسيع نطاقه لتشمل دول أخرى وتجاهل العالم بل وتأييده التصرفات الهمجية لتل أبيب يبدو أن العدوان على اليمن سيصبح الشرارة لحرب شاملة ظل الدول المنطقة تخشى من وقوعها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر